حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شيبان عن عاصمين عن خيثمة والشعبي عن النعماني بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك من ترك الشبهات فهو للحرام أترك ومحارم الله حما فمن أرطع حول الحما كان قمنا أن يرطع فيه حدثنا هاشم قال حدثنا شيبان عن عاصمين عن خيثمة والشعبي عن النعماني بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم حثنا حسن ويونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصمي بن بهدلتا عن خيثمة بن عبد الرحمن عن النعماني بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون الذين يلونهم قال حسن ثم ينشأ أقوام تسبق أيمانهم شهادتهم وشهادتهم أيمانهم حسن أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن عامر عن النعماني بن بشير رفعه قال إن من الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن العسل خمرا حسن عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب فذكر حديثا قال وحدث عن أبي قلابة عن رجل عن النعماني بن بشير قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلي ركعتين ثم يسأل ثم يصلي ركعتين ثم يسأل حتى إن جلت الشمس قال فقالا إن ناسا من أهل الجاهلية يقولون أو يزعمون أن الشمس والقمر إذا أنكسا فواحد منهما فإنما ينكسف لموت عظيمين من عظماء أهل الأرض وإن ذاك ليس كذلك ولكنهما خلقاني من خلق الله فإذا تجل الله عز وجل لشيء من خلقه خشع له حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن ذر عن يسيع الكندي عن النعماني بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ أدعوني أستجب لكم أن الذين يستكبرون عن عبادتي حدثنا محمد بن يزيد عن العوام قال حدثني رجل من الأنصار من آل النعماني بن بشير عن النعماني بن بشير قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المسجد بعد صلاة العشاء رفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظنن أنه قد حدث في السماء شيء فقال ألا أنه سيكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وما لأهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يملئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ألا وإن دم المسلم كفارته ألا وإن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرهن البقيات الصالحات حثنا أبو معاوي تحدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن النعماني بن بشير أن أباه نحله نحلا فقالت له أم النعماني أشهد لابني على هذا النحل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له أوى كل ولدك أعطيت ما أعطيت هذا فقال لا قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد له حنى أبو معاوية عن الأعمشي عن الشعبي عن النعماني بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الجسد إذا اشتكى الرجل رأسه تداعى له سائر جسده حثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا سماك بن حرب حدثنا النعمان بن بشير يقول على منبر الكوفة والله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أو قال نبيكم عليه السلام يشبعوا من الضاقل وما ترضون دون ألوان التمر والزبدي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع النعمان بن بشير يخطب وهو يقول أحمد الله تعالى فربما أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الشهر يظل يتلوم يشبع من الضاقل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير قال ذهب أبي بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل نحل نيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل بني كان حلت مثل هذا قال لا قال فأرجعها حدثنا أبو أحمد حدثنا فتر حدثنا أبو أضحى قال سمعت النعمان بن بشير يقول انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشهده على عطية يعطنيها فقال هلاك ولد غيره قال نعم قال فسوي بينهم حدثنا سليمان بن داود أخبرنا شعبة وعن سماك قال سمعت النعمان يخطب وعليه خميصة له فقالا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول أنذرتكم النار فلو أن رجلا موضع كذا وكذا سمع صوته حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله تعالى والمدهين فيها كمثل قومين استهموا على سافينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها فقال الذين في أعلاها قال ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإننا ننقبها من أسفلها فنستقي قال فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم غرقوا جميعا حثنا أبن نمير حدثنا موسى يعني ابن مسلمين أتحانى عن عوني بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن ضوي كضوي النحل يذكرون بصاحبهن ألا يحب أحدكم أن ليزال له عند الله شيء يذكر به حثنا يعلى أخبرنا أبو حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سألت أمي أبي بعض الموهبة لي فوهبها لي فقالت لا أرضحت تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ أبي بيدي وأنا غلام وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن أم هذا ابنة رواحة تزاولتني على بعض الموهبة لهو أني قد وهبتها له وقد أعجبها أن أشهدك قال يا بشير ألك ابن غير هذا قال نعم قال قال فوهبت له مثل الذي وهبت لهذا قال لا قال فلا تشهدني إذا فأني لا أشهد على جور حثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصف الأولي أو الصفف الأولي حتى عبد الوهاب الثقافي حدثني أيوب عن أبي قلبت عن النعمان بن بشير قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكان يصل ركعتين ويسأل ويصل ركعتين ويسأل حتى إن جلت فقال إن رجالا يزعمون أن الشمس والقمر إذا أنكسف واحد منهما فإنما ينكسف لموتي عظمين من العظماء وليس كذلك ولكنهما خلقان من خلق الله عز وجل فإذا تاجل الله عز وجل لشيء من خلقه خشع له حثنا محمد بن أبي عادي عن داود عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال حملني أبي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا شيئا سماه قال فقال أكل ولدك نحلت مثل الذي نحلت النعمان قال لا قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء قال بل قال فلا إذن قد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده كتب إلي الربيع بن نافع أبو توبط يعني الحالبية فكان في كتابه حدثنا معاوية بن سلامين عن أخيه زيدي بن سلامين أنه سمع أبا سلامين قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت إلى جانب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله أجعتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية كلها حسنا يحيى بن سعيد عن مجالد حدثنا عامل قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بأصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين والحرام بين وإن بين الحلال والحرام مشتابهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أمن الحرام فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه ومن واقعها يوشك أن يواقع الحرام فمن رعى إلى جنب حيما يوشك أن يرطع فيه ولكل ملك حيما وإن حيما الله محريمه سمعت النعمان بن بشير يقول إن أبي بشير وهب لهبة فقالت أمي أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فانطلق بي حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أم هذا الغلام سألتني أن أهب له هبة فوهبتها له فقالت أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك لأشهدك فقال رويدك ألك ولد غيره قال نعم قال كلهم أعطيته كما أعطيته قال لا قال فلا تشهدني إذن أني لا أشهد على جور إن لبنيك عليك من الحق أن تعديل بينهم حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامل قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول وأومأ بأصبعه إلى أذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أو المدهين فيها مثل قومين ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها فكان الذين في أسفلها إذا أصطقوا الماء مروا على من فوقهم فآذوهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمشو الأعمشو عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله فذكره حدثنا أبو نعيمين حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله فذكر الحديث حثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتك منه شيء تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى ومعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتابهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى شبهات استبرأ فيه لدينه وعرضه ومن واقعها واقع الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرطع فيه ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محرم ألا وإن في الإنسان مضغطا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حدثنا أبو نعيمين حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين فذكر الحديث حنا وكيع حدثنا مسعر عن سمك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بين الصفوف كما تسوى القداح أو الرماح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس أو كأعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعشاء كان يصليها بعد سقوط القمر في الليلة الثالثة من أول الشهر حثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وإسماعيل بن سالمين ومجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال نحلني أبي نحلا قال إسماعيل بن سالمين من بين القوم نحله غلاما قال فقالت له أم عمرة بنت رواحة النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان فقال لا فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري وقال مغيرته في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطفي سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعديل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك حسن إسحاق بن يوسف حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله تعالى والراتع فيها والمدهين فيها مثل قومين استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وإذا الذين أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على أصحابهم فآذوهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نمر على أصحابنا فنؤذيهم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا حسن إسحاق بن يوسف قال حدثنا زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتك منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية حسن سفيان بن عويين تحدثنا الزهري عن محمدي بن النعمان بن بشير وحميدي بن عبد الرحمن بن عوف أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير يقولون حلني أبي غلاما فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده فقال أكل ولدك قد نحلت قال لا قال فاردده حسن سفيان عن ابراهيم يعني ابن محمدي بن المنتشر عن أبيه عن حبيبي بن سالمين عن أبيه عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه في العيدين بسبح أسمى ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا قال أبو عبد الرحمن حبيب بن سالمين سمعه من النعمان وكان كاتبه وصفيان يخطئ فيه يقول حبيبي بن سالمين عن أبيه وهو سمعه من النعمان حدثنا سفيان قال حفظته من أبي فروة أولا ثم من مجالد سمعه من الشعبي يقول سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت إذا سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغيت وتقربت وخشيت أن لا أسمع أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك من ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك ومن اشترأ على ما شك فيه أو شك أن يواقع الحرام وإن لكل ملك حما وإن حما الله في الأرض معاصيه أو قال ما حريمه حفظنا أبو معاوية تحدثنا مسعر عن سماكي بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الصفوف كما تقام الرماح أو القداح حفظنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع الكندي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم أدعوني أستجب لكم أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال أبو عبد الرحمن يسيع الكندي يسيع بن معدانة حان يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني إبراهيم عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح أسمى ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فربما اجتمع العيد الجمعة فقرأ بهاتين سورتين حان يحيى عن أبي عيسى موسى الصغير قال حدثني عون بن عبد الله عن أبيه أو عن أخيه عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يذكرون من جلال الله وتصبيحه وتحميده وتهليله تتعطف حول العرش لهن ضوي كضوي النحل يذكرون بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن ليزال له عند الله شيء يذكر به حسن يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم حسن يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يجعل في أخماص قدميه نعلاني من نار يغلي منهما دماغه حدثنا أبن نمير حدثنا الأعمش عن ذر عن يسيع عن النعمان بن بشير قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ أدعوني أستجب لكم حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عاصمين الأحوال عن أبي قلبت عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس نحوا من صلاتكم يركع ويسجد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن خيثمت عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إن اشتك رأسه اشتك كله وإن اشتك عينه اشتك كله حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير قال جاء أبو بكر يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فسامع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنا له فدخل فقالا يا أبنة أم رمانا وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها قالا فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك قالا ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها قالا فأذنا له فدخل فقالا له أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما حثنا وكيع حدثنا صفيان عن جابر عن أبي عازي بن عن النعماني بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء خطأ إلا السيف ولكل خطأ أرش حثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيبي بن سالمين عن النعماني بن بشير قال أني لا أعلم الناس أو من أعلم الناس بوقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام العشاء كان يصليها مقدار ما يغيب القمر الليلة ثالثة أو رابعة حثنا يزيد أخبرنا سعيد بن أبي عروبة وأبو العلاء عن قتادة عن حبيبي بن سالمين قال رفع إلى النعماني بن بشير رجل أحلت له امرأته جريتها فقال لا أقضينا فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كانت أحلتها له لا أجلدنه مئة جلدة وإن لم تكن أحلتها له لا أرجو منه قال فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن سماكي بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو كان رجل كان بالسوق لسامعه من مقامي هذا قال حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه حثنا عبد الرزاق أخبرنا إسرائيل عن سماكي بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو كان رجل كان في أقصى السوق سمعه وسمع أهل السوق صوته وهو على المنظر حثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماكي عن النعمان بن بشير قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف حتى كأنما يحاذيبنا القداحة فلما أراد أن يكبر رأى رجلا شاخصا صدره فقال لا تسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهيكم حثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماكي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهاره والقائم الليله حتى يرجع متى يرجع حثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني نعيم بن زياد أبو طلحة الأنمري أنه سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه الليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاحة قال وكنا ندعو السحور الفلاحة فأما نحن فنقول ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين وأنتم تقولون ليلة ثلاث وعشرين السابعة فمن أصوب نحن أو أنتم حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثني سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة ورقا أو ذهبا أو سقلبانا أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة حدثنا أبو النظر حدثنا المبارك عن الحسني عن النعمان بن بشير قال صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعناه يقول إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ثم يمسي كفرا ويمسي مؤمنا ثم يصبح كفرا يبيع أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا يسير أو بعرض الدنيا قال الحسن والله لقد رأيناهم صورا ولا عقول أجساما ولا أحلام فراش نار وذبان طمع يخدون بدرهامين ويروحون بدرهامين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز حثنا علي بن عاصمين عن خالد الحذائي عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير قال جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فقالت إن زوجها وقع على جاريتها فقال سأقضي في ذلك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أحلتها له ضربته مئة صوت وإن لم تكن أحلتها له رجمته حدثنا سليمان بن داود الطيالسي حدثني داود بن إبراهيم الواسطي حدثني حبيب بن سالمين عن النعمان بن بشير قال كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بشير رجلا يكف حديثه فجاء أبو ثعلبة الخشاني فقال يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء فقال حذيفة أنا أحفظ خطبته فجلس أبو ثعلبة فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عضا فيكون ما شاء الله الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز وكان يزيد بن النعماني بن بشير في صحابته فكاتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه فقلت له أني أرجو أن يكون أمير المؤمنين يعني عمر بعد الملك العض الجبرية فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فسر به وأعجبه حثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن خالد بن كثير الهمدني أنه حدثه أن السري بن اسماعيل الكوفي حدثه أن الشعبية حدثه أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وأنا أنهاء عن كلي مسكر حثنا حسن وبهز المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماكي بن حرب عن النعمان بن بشير قال أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقال سافر رجل بأرض تنوفات قال حسن في حديثه يعني فلاتا فقال تحت شجرة ومعه راحل لته وعليها سقاؤه وطعامه فاستيقظ فلم يراها فعلى شرفا فلم يراها ثم على شرفا فلم يراها ثم التفت فإذا هو بها تجر خطامها فما هو بأشد بها فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب قال بهز عبده إذا تاب إليه قال بهز قال حماد أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين الجمعة بسبح أسمى ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع في يومين واحد فقرأ بهما وقد قال أبو عوانة وربما اجتمع عيداني في يومين حدثنا سفيان حدثنا مجالد قال سمعت الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول وكان أميرا على الكوفة حلني أبي غلاما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشهده فقال أكل ولدي كان حل تقال لا قال فإني لا أشهد على جور حثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي سمعه من النعمان بن بشير سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المدهين والواقعي في حدود الله قال سفيان مرة القائمي في حدود الله مثل ثلاثة ركبوا في سفينة فصار لأحدهم أصفلها وأوعرها وشرها فكان يختلف وثقل عليه كلما مر فقال أخرق خرقا يكون أهون علي ولا يكون مختلف عليهم فقال بعضهم إنما يخرق في نصيبه وقال آخرون لفئن أخذوا على يديه نجا ونجا وإن تركوه هلك وهلكوا حثنا سفيان عن مجالد حدثنا الشعبي سمعه من النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت إذا سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظننت أن لا أسمع أحدا على المنبري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الإنسان مضغطا إذا سلمت وصحت سلم سائر الجسد وصح وإذا سقمت سقم سائر الجسد وفسد ألا وهي القلب حثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير وهو يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخماص قدميه جمرة يغلي منهما دماغه حثنا روح وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلبة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الصموات والأرض بألفين عامين فأنزل منه آيتين فختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان قال عفان فلا تقربن حثنا عفان وسريج قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير قال والله أني لا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة حثنا يونس وسريج قال حدثنا حماد عن سماكي بن حرب عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال سريج في حديثه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين كمثل الجسد إذا ألم بعضه تداعى سائره حثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه حدثني عبد الصمد يعني ابن معقل قال سمعت وهبا يقول حدثني النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذكر الرقيم فقال إن ثلاثة كانوا في كهف فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم قال قائل منهم تذاكروا أيكم عمل حسنة لعل لها عز وجل برحمته يرحمنا فقال رجل منهم قد عملت حسنة مرة كان لي أجراء يعملون فجاءني عمال لي فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلومين فجاءني رجل ذات يومين وسط النهار فاستأجرته بشطر أصحابه فعملا في بقية نهاره كما عمل كل رجل منهم في نهاره كله فرأيت علي علي في الزمام أن لا أنقصه مما استأجرت به أصحابه لما جاهد في عمله فقال رجل منهم أتعطي هذا مثل ما أعطيتني ولم يعمل إلا نصف نهار فقلت يا عبد الله لم أبخسك شيئا من شرطك وإنما هو ما لي أحكم فيه ما شئت قال فغضب وذهب وترك أجره قال فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء الله ثم مرت بي بعد ذلك بقر فاشتريت به فصيلة من البقر فبلغت ما شاء الله فمر بي بعد حيء شيخا ضعيفا لا أعرفه فقال إن لي عندك حقا فذكرانيه حتى عرفته فقلت إياك أبغي هذا حقك فعرضتها عليه جميعها فقالا يا عبد الله لا تسخر بي أن لم تصدق علي فأعطني حقي قال والله لا أسخر بك بك إنها لا حقك ما لي منها شيء فدفعتها إليه جميعا اللهم إن كنت فعت ذلك لوجهيك ففرج عنا قال فان صدع الجبل حتى رأوا من هو أبصر قال الآخر قد عملت حسنة مرة كان لي فضل فأصابت الناس شدة فجاءتني امرأة تطلب مني معروفا قال فقلت والله ما هو دون نفسك فأبت علي فذهبت ثم رجعت فذكرتني بالله فأبيت عليها وقلت لا والله ما هو دون نفسك فأبت علي وذهبت فذكرت لزوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك فرجعت إلي فنشدتني بالله فأبيت عليها وقلت والله ما هو دون نفسك فلما رأت ذلك أسلمت إلي نفسها فلما تكشفتها وهممت بها أرتعدت من تحتي فقلت لها ما شأنك قالت أخاف لها رب العالمين قلت قلت لها خفتيه في الشدة ولم أخفه في الرجاء فتركتها وأعطيتها ما يحق علي بما تكشفتها اللهم إن كنت فعت ذلك لوجهك فافرج عنا قال فان صدع حتى عرفوا وتبين لهم قال الآخر عملت حسنة مرة كان لي أبواني شيخاني كبيرا وكانت لي غنم فكنت أطعم أبوي وأصقيهما ثم رجعت إلى غنمي قال فأصابني يوما غيث حبسني فلم أبرى حتى أمسيت فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت وغنمي قائمة فمضيت إلى أبوي فوجدتهما قد نام فشق علي أن أوقظهما وشق علي أن أترك غنمي فمبرحت جالسا ومحلبي على يدي حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما اللهم إن كنت فعت ذلك لوجهك فافرج عنا قال النعمان لا كأني أسمع هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجبل طاق ففرج الله عنهم فخرجوا حسنا مؤمل حدثنا سفيان وعن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال بين وحرام بين وبين ذلك أمور مشطبهة فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم أو الأمر فهو لما استبان له أترك ومن اشترأ على ما شك أو شك أن يواقع ما استبان ومن يرتع حول الحمايوشك أن يواقعه حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن حاجب ابن المفضل يعني ابن المهل بابن أبي صفرة عن أبيه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم حدثنا أبو نعيمين حدثنا يونس حدثنا العزار بن حرام قال حدثنا حماد ابن زيد عن حاجب ابن المفضل يعني ابن المهل بابن أبي صفرة عن أبيه عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم حدثنا أبو نعيمين حدثنا يونس حدثنا العزار بن حريث قال قال النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسامع صوت عائشة عاليا وهي تقول والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني مرتين أو ثلاثا فاستأذن أبو بكر فدخل فأهوى إليها فقالا يا بنت فلانة ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمد بن زيد عن حاجبي بن المفضلي بن المهلبي عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم اعدلوا بين أبنائكم حدثنا أحمد بن عبد الملك يعني الحرانية قال حدثنا شريك عن صماكي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في سفر في فلات من الأرض فآوى إلى ظل شجرة فنام تحتها فاستيقظ فلم يجد راحللته فأتشرف فاصعد عليه فأشرف فلم ير شيئا ثم أتى آخر فأشرف فلم ير شيئا فقال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأكون فيه حتى آموت قال فذهب فإذا براحللته تجر خطامها قال فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحللته حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا زهير حدثنا جابر حدثنا أبو عازب قال دخلنا على النعمان بن بشير في شهادة فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء خطأ إلا السيف وفي كل خطأ أرش حنا بهز حدثنا أبان بن يزيد وهو العطار حدثنا قتادة حدثني خالد بن عرفطة عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حني وكان ينبذ قر قويرا وقع على جارية امرأته قال فروفع إلى النعمان بن بشير الأنصري فقال لا أقضينا فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجرة قال وكانت قد أحلتها له فجلده مئة وقال سمعت أبانا يقول وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيبي بن سالمين وكتب إليه بهذا حثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيبي بن سالمين وقال أبان أخبرنا قتادة أنه كتب إلى حبيبي بن سالمين فيه فكتب إليه أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حناين كان ينبى زقر قويرا رفع إلى النعمان بن بشير وطئ جارية امرأته فقال لا أقضينا فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مئة وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة حثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك بن حرب عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما تقوم القداح حتى إذا ظننا أننا قد أخذنا ذلك عنه وفهمناه أقبل ذات يومين بوجهه فإذا رجل منتبذ بصدره فقال لا تسونا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم حثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصمين عن خيثمة عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم حثنا وكيع عن اسماعيل عن الشعبي وزكريا عن الشعبي عن عبد الله بن عطبة وفطر عن أبي الضحى عن النعمان بن بشير أن بشيرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحل النعمان نحلا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلاك من ولد سواه قال نعم قال فكلهم أعطيت ما أعطيته قال لا قال فطر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أي سوا بينهم وقال زكريا وإسماعيل لا أشهد على جور حثنا وكيع حدثنا زكريا عن أبي القاسم الجدري قال أبي وحدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا عن حسين بن الحريث أبي القاسم أنه سمع النعمان بن بشير قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيموا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه حثنا وكيع عن صفيان عن مسعر قال وعبد الرزاق قال أخبرنا صفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين الجمعة بسبح أسمى ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن ذر الهمداني عن يسيع عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم أدعوني أستجب لكم حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل عليه وسلم عليه وسلم المؤمنون كرجل حدثنا وكيع عن سفيانا عن صماك عن النعمان بن بشير قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأ رجلا خارجا صدره من الصف فقال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم حثنا عبد الرحمن عن سفيانا عن منصور والأعمش عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم أدعوني أستجب لكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه كذا قال شعبة مثله قال أبو عبد الرحمن أخبرت أن أسيعا هو يسيع بن معدان الحضرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة قال هل أتاك حديث الغاشية حتن إسماعيل عن يونس عن الحسني أن النعمان بن بشير كتب إلى قيسي ابن الهيثم إنكم إخواننا وأشقونا وإنا شهدنا ولم تشهدوا وسمعنا ولم تسمعوا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كفرا ويبيع فيها أقوام خلاقهم بعرض من الدنيا حنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن عمر بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسون صفوفكم في صلاتكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم حتنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة وعن سمكي بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدح قال فرأى صدر رجل ناتئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم حتنا محمد بن جعفر وهاشم قال حدثنا شعبة وعن ابراهيم ابن محمد بن المنتشر عن أبيه قال هاشم قال يعني في حديثه سمعت أبي يحدث عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة قال هاشم في صلاة الجمعة يوم الجمعة بسبح أسمى ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمع عيدان فقرأ بهما حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحدثنا حجاج حدثنا شعبة وعن عاصمين الأحول عن أبي قلابتي عن النعمان بن بشير قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع ويسجد قال حجاج مثل صلاتنا حتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن أبي بشر عن خالدي بن عرفطة عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته مئة وإن لم تكن أحلتها له رجمته حتنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادته عن حبيبي بن سالمين قال ابن بكر مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه رجل غشي جارية امرأته فقال لا أقضينا فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلت هلاك جلدتك مئة جلدة وإن كانت لم تحل هلاك رجمتك قال فوجدها قد كانت أحلتها له فجلده مئة حفناه شيم عن أبي بشر عن حبيبي بن سالمين عن النعمان بن بشير قال أتته أمرأة فقالت إن زوجها وقع على جاريتها قال أما إن عندي في ذلك خبرا شافيا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أذنت له ضربته مئة وإن كنت لم تأذني له رجمته قال فأقبل الناس عليها فقالوا زوجك يرجم قولي إنك قد كنت أذنت له فقالت قد كنت أذنت له فقدمه فضربه مئة أدثنا أسود بن عامر أنبأنا أبو بكر عن عاصمين عن خيثمت عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وتسبق أيمانهم شهادتهم حدثنا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير حدثنا سلام أبو المنذر القاري حدثنا عاصم بن بهدلتا عن الشعبي أو خيثمة عن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل المسلمين كالرجل الواحد إذا وجع منه شيء تداع له سائر جسده حدثنا عبد الله حدثنا منصور بن أبي مزاحمين حدثنا أبو وكيع الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر الجماعة رحمة والفرقة عذاب حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبد الله مولى بن هاشمين حدثنا أبو وكيع عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر الجماعة رحمة والفرقة عذاب قال فقال أبو أمامة الباهلي عليكم بالسواد الأعظم قال فقال رجل ما السواد الأعظم فقال أبو أمامة هذه الآية في سورة النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا حاجب بن المفضل يعني ابن المهلبي عن أبيه عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاربوا بين أبنائكم يعني سووا بينهم حدثنا عبد الله حدثنا ابراهيم بن الحسن الباهلي وعبيد الله القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد عن حاجبي بن المفضل بن المهلبي عن أبيه أنه سمع النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدلوا بين أبنائكم أعدلوا بين أبنائكم أعدلوا بين أبنائكم